يندرج هذا الاجتماع يضيف بلاغ الديوان الملكي في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك حفظه الله لقضية الماء ذات الطبع استراتيجي والتي كانت على الخصوص موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته وخلال هذه الجلسة قدم وزير التجهيز والماء نزار باركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج وهكذا تماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيلة هذا البرنامج وتحيين محتوياته تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كم برمجة سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر والرفع من حجم إعادة استحمال المياه العادمة المعالجة تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبئة من جهة أخرى وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة مرة أخرى بشكل سلبي على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي أعطى جلالة الملك نصره الله تعليماته السامية للحكومة لتفعيل وعلى غرار السنة السابقة الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف وفي الختام حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد حضر جلسة العملهاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة ووزير الداخلية السيد عبدالوافي الفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة ناديا فتاح ووزير التجهيز والماء السيد نزار باركا ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبدالرحيم الحافظي اشتركوا في القناة